كنت محظوظ في الحقيقة أن أنا أول أردت الكتاب الفرنسية لاي أنا عرفت مختطفات من كتاب والكاتب نفسه والمؤلف نفسه وتابعت الندوة اللي أقامها محمد سلموي رئيس حد كتاب السابق هو للصدفه في مرض كتاب وعشان اتكلم عن الكتاب ورأي الجاي على فكرة معزز مكرم ضيف على وزارة الثقافة أكلوه شربوه صدفوه لشان تقالف كتاب عن بونابرت مصر طبعا بونابرت يعني أي بونابرت هذا الفرنسي حتى لو كان الكتاب يشير إلى ابن أخو بونابرت بونابرت الثالث نقل في النهاية بونابرت غازي ده الفرنسويين لما أخذ تلس سنين أوقعوا فينا من القتل والتدمير والخلاب وفي سحة الأزهر وفي سحن الأزهر خمس سلاف شهيد في يوم واحد هو غازي محتل أن تسنف أن تقول أن السيسي هو بونابرت أنت حضرتك يعني ده نقض يعني ده ولا متح ده زم ولا متح أنتصب أسيسي بأنه محتل غازي فده شأنك أنا عايز بس نروح لمن هذا المؤلف اللي هو ألف هذا الكتاب مهم أوي نعرف مين هو الأخ ليونارد لومباردي عشان تعرف يا جاي منين ومين اداله كتاب ده واداله فلوسه وقال له خلص يا عم ده مستشار موقع العين الإماراتية جالت العين بتاتي الإمارات ده رئيس تحرير موقع صاحبه عبد الرحيم علي موقع ديالوك اللي بيتموله الإمارات هذا الصحفي والمؤلف لهذا الكتاب اللي هو يعني تمجيد في سيسين وبونابرت مصر ده ساعدتك رجل معروف انه هو حبيب الصهاينة وإسرائيل يمين الصهاينة بل الأكثر لما تعرف انه هو اصلا التجاوز السياسي مع اليمين الفرنسي المتطرف الكاره للمهاجرين والمسلمين والعرب هناك في فرنسا فما يأتي هذا الرجل من هذه الخلفية ليكتب كتاب يمدح فيه سيسي يقول انه بونابرت مصر فتعلم انه واحدة من حقيقة يعني الأمور السامجة الأمور التي انت الساجر مرتزق ليكتب كتابا يبدو فيه يعني رأس النظام وكأنه عملاق من عمليقة فرنسا انتظر بس ساعتك حتى كاتب اميركي السنة الجاية يكتب عن إزنهاور مصر أو واحد يكتب تاني عن تشيرشل مصر أو واحد تالت يكتب عادي طالما بياخد فلوس ومرتزق انه من الاحتفادي في مصر كان شكله غريب جدا ومدرش جدا ولما الإزاء والتلفزيون ولما المعرض الكتاب وسلاماوي ايه ده يا جماعة تقول لده لشان كتب وهل هذا يغني من الواقع شيئا هل هذا يغني من المصر خلال عشر سنوات ووصلت لهذا المدى من التدهور والأسوأ الأسوأ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في هذه المرحلة تعظم في من وتقول لمن يا عامل لومبارد انت اشتركوا في القناة